أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانت دور الأول من شهادة اتمام الدرسة الثانوية العامة للعام الدرسي الحالي في مادة اللغة الأجنبية الأولى وأوضحت غرفة العاملات التابعة لوزارة التربية والتعليم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من رصد أربع حالات غش إلكتروني بمحافظات القاهرة والشرقية والمنوفية والمينيا وأشار إلى أنه تم ضبط الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة واتخاذ الإبراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم